بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنكمل عرض تفسير لقول الله عز وجل في سورة العمران الآية رقم 85 ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لكن قبل ما نعرض التفسير الجديدة كالعادة نقرأ الآيات مرة أخرى بإذن الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هنبدأ بعرض تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الإمام القرطبي تفسير القرطبي المعروف ده طبعة دار عالم الكتب للأسف الشديد النسخة المصورة شالين غلاف كل جزء فده المفروض في الجزء الرابع صفحة رقم 125 بيقول قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون يقول الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم في قول عليه وابن عباس رضي الله عنهما واللظ وإن كان نكر فالإشارة إلى معين كقوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يعني قرية هنا يقصد أي قرية والذي قرية فعلا معينة دي قرية معينة فهنا هو بيقول ثم جاءكم رسول هنا الرسول المقصود محمد صلى الله عليه وسلم لأن بحسب سياق الآيات وبحسب أسباب نزول الآية أن الكلام ده تذكير لأهل الكتاب بالميثاق فالمقصود ثم جاءكم رسول في السياق وبسبب نزول الآيات المقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم اللي مفروض تؤمنوا بيه بحسب الميثاق اللي ربنا أخدوا عليكم طيب وبعدين بيقول ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه هنا رسول بالنكر أيضا لكن مقصود رسول معين اللي جي للقرية دي وهكذا هنا بيقول فأخذ الله ميثاق النبيين أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام وينصروه إن أدركوا وأمرهم أن يأخذوا بذلك الميثاق على أممهم فإحنا قلنا سواء الميثاق على الأنبياء إن هم يؤمنوا بأي رسول يجي مصدق لما معهم وبعدين هم هيخذوا هذا الميثاق من أتباعهم أو بما إن الميثاق على الأنبياء فبالتالي أتباعهم بالأولى هم كمان يتبعوا مدام الأنبياء بيتبعوا لكن هو كده كده المقصود إن أتباع الأنبياء مقصودين من هذه الآية وهم لازم يلتزموا بهذا الميثاق لأن هي دي الحجة على أهل الكتاب إن المفروض يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم طالما هو مصدق لما مع أنبياء بني إسرائيل في التوحيد والعقائد وأصول الشرائع وهكذا في الصفحة رقم 126 برضو إحنا لسه في تفسير القرطبي في قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يقول من شرط فمن تولى يعني ده شرط إن إلا هيتولى هيحصل فيه كذا فشرط إنه يتولى علشان يعني يحسب من الفاسقين فمن تولى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذ الميثاق فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن الإيمان والفاسق الخارج وقد تقدم وقد تقدم يعني هو بيّن هذا المعنى لكلمة الفسق طيب تفسير تاني ده تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القراشي الدمشقي ده من أئمة القرن الثامن الهجري طبعا دي طبعة دار طيبة الجزء الثاني صفحة رقم 67 في قوله تعالى وإذا أخذ الله مثاق النبيين وبعدين الآية اللي بعديها فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الإمام بن كثير يقول يخبر تعالى أنه أخذ مثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام إن المثاق ده على كل الأنبياء من أول آدم لغاية سيدنا عيسى إن سيدنا عيسى هو آخر نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفيش بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد نبي وهذا حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهم فينا بيقول أنه أخذ مثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما آت الله أحدهم من كتاب وحكمة يعني لمهما ده تفسير لما آتيتكم هنا هو لما آتيتكم آسف لما آتيتكم من كتاب وحكمة آه لما يعني لمهما مهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ يعني مهما عظم قدر هذا النبي ومهما ربنا أعطاله من الكتاب والحكمة ثم جاءه رسول من بعده ليؤمننن به ولا ينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته يعني مهما كان قدر هذا النبي ومهما كان عظمته في نبي بعث بعدي وهو أدركه مهما كان قدره يتبعه وينصره وده معنى لما آتيتكم يعني مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه ولا تنصرنه يعني لازم تؤمنوا به وتنصروا مهما الله عز وجل آتاكم من كتاب وحكمة ولهذا قال تعالى وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا في صفحة رقم 68 لسه في تفسير ابن كثير رحمه الله يقول بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين يعني ما فيش نبي هيجي بعده هو آخر الأنبياء إلى الأبد أمين فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء هو أعظم الأنبياء الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة يعني لو وجد في عصر سيدنا موسى كان سيدنا موسى اتبعه ولو وجد في عصر سيدنا عيسى كان سيدنا عيسى اتبعه لو وجد في عصر داود كان سيدنا داود اتبعه هو ده المعنى ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به يعني الإمام كثير بيوضح فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه هو أعظم نبي وطبعا هو ذكر بعض الأحاديث اللي في من ضمنها لو كان موسى حيا بين ظهوركم ما حل له إلا أن يتبعني أو ما وسعه إلا أن يتبعني وفي بعض الأحاديث لو كان موسى وعيسى حييني لما وسعهما إلا اتباعي وهكذا ده المعنى فهو عاوز يقول إن قول الله عز وجل ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم المقصود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان وجد في عصر عيسى عيسى عليه السلام كان اتبعه لو وجد في عصر موسى موسى عليه السلام كان اتبعه يبقى بالتالي متحقق في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرط ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يبقى بالتالي أهل الكتاب اللي كانوا موجودين من بعد بعصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان واجب عليهم وفقا لهذا الميثاق إن هم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكن هم تولوا عن هذا فهم من الفاسقين الخارجين عن دين الله عز وجل وعن طاعته فبهذا هم ابتغوا دين آخر غير دين الإسلام الذي هو دين محمد ودين كل الأنبياء فبالتالي الله عز وجل قال لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على وبعدين ذكر الأنبياء وفي الآخر بيوضح يعني مصير اللي ما قبلوش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قبلوش الإسلام الذي جاء به وانحرفوا عن دين كل الأنبياء فالله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلي يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين طيب هنا في صفحة رقم 69 ده برضو لسه تفسير الإمام الحافظ بن كثير في تفسير قول الله عز وجل فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون يقول يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادته وحده لا شريك له الذي اللي هو عن الله عز وجل الذي له أسلم من في السماوات والأرض أي استسلم له من فيها طوعا وكرها كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال والأصال وهي دي الآية اللي هي فيه مسألة إن الظلال تسجد فمن ضمن التفسير التي تقول إن ظل الكافر يسجد من تفسير هذه الآية في سورة الرعد الآية رقم 15 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال وقال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون فبرضو مسألة الظلال وإن كله بيسجد لله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهنا دي من ضمن الآيات اللي بتوضح إن كل الكون مسلم لله عز وجل فهنا بيقول فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرها إزاي فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع وأنا أنصح مرة أخرى بمراجعة أقوال الرازي في مسألة إزاي أسلموا كرها هنا الإمام ابن كثير في عبارة بسيطة ورائعة قال لك والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع يعني غصب عنه ماشي حسب إرادة الله عز وجل وتدبير الله عز وجل وقضائه وقدره وهكذا أيضا هنا تفسير من الكثير صفحة رقم 70 يقول ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا يعني القرآن وما أنزل علينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي من الصحف والوحي هنا والأسباط هنا الإمام بن كثير قال وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل هو يعقوب الاثنى عشر يعني الأنبياء اللي جايين من ناس لأبناء يعقوب مش أبناء يعقوب وأنا قلت بالكده أن هذا خلاف سائغ بين أهل السنة والجماعة هم مين الأسباط الأسباط دول أولاد يعقوب اللي اتناشر بما فيهم سيدنا يوسف هذا راجح ولا هم أنبياء بني إسرائيل اللي جم من ناس لأبناء يعقوب اللي من ضمنهم يوسف أنبياء بني إسرائيل اللي جم من ناس ليعقوب اللي من ضمنهم يوسف وباقي الأنبياء هذا أيضا تفسير راجح طيب هنا بيقول وما أوت يا موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثاه الله فخلي بالك هنا ضمنيا بيوضح أن الإيمان ضد الكفر هم مش بيؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هم إيه كفار فهنا الآية دي بتوضح أن لا النبي محمد مصدق لما جاء به كل الأنبياء والدليل أنه هو بيقول آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوت يا موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم أحنا مزيكم أنتوا بتفرقوا بتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض ودي آية تانية اللي الله عز وجل يقول فيها أولئك هم الكافرون حقا لكن أحنا هنبقى نروح لها بعدين دي لكن أحنا بقى مؤمنين بكل اللي أنزلوا الله وبكل نبي بعثه الله عز وجل ومحنش كفار زيكم يا كفار ده طبعا الكلام لكل من رفض نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طيب ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه وغير مكبول لازم يكون موافق للي شرعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم تكون على دينه لابد أن تكون من أتباعه تفسير آخر تفسير المراغي رينا منه قبل كده وهو تفسير ممتاز جدا تفسير المراغي تأليف صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير أحمد مصطفى المراغي أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بكلية دار علوم سابقا الجزء الثالث دي طبعة إيه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر طبعة قديمة جدا المهم تفسير المراغي الجزء الثالث صفحة رقم مية خمسة وتسعين المعنى الجملي يعني بالمجمل كده بالمجمل المعنى الجملي بالجملة يعني تفسير بالجملة لقول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بيقول سيقة سيقة بس الطبعة سيئة سيقة هذه الآيات كسابقتها لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بتعداد أشياء بتعداد أشياء معروفة عند أهل الكتاب قطعا لعذرهم يعني كده ملهمش حجة ملهمش حجة فهنا احنا قلنا الكلام ده في غاية الأهمية إن المقصود ومن يبتغي غير الإسلام دينا دين محمد إن انتوا ما أمنتوش بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أمنتوش باللي جي بمحمد صلى الله عليه وسلم رغم إنه جي باللي مصدق لللي جي بي أنبياءكم وإنتوا فيه ميثاق ربنا أخذوا عليكم إن انتوا لو جالكم رسول مصدق لما جاء به الأنبياء السابقين لازم تؤمنوا به وتنصروه لكن انتوا نكثتوا هذا الميثاق فيبأ أنتوا توليتم عنه فأنتوا من الفاسقين الخارجين عن دين الله عز وجل وعن طاعتي فإنتوا بهذا كفار ابتغيتم دين آخر غير دين الإسلام اللي جي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنتم في الآخرة من الخاسرين طبعا فانا بيقول سيقة هذه الآيات كسابقتها لإذبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بتعداد أشياء معروفة عند أهل الكتاب قطعا لعذرهم وإظهارا لعنادهم ودحضا لمزاعمهم وإزالة لشبهات من أنكر منهم بعثة نبي من العرب وهذه الحج التي تقررها هذه الآيات من الحجج التي تفند تلك التراهات والأباطيل التي يدعونها وهي أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع النبيين وعلى أتباعهم بالتبع لهم فهنا بيقول لك أخذ الميثاق على جميع النبيين ومدام النبيين التزموا بهذا الميثاق يبقى لازم أتباعهم بالتبع لهم يعني زي من فصر قول الله عز وجل الأكثر من آية يعني اللي فيها أن ربنا أمر الملائكة أن هما يسجدوا لآدم لكن إبليس ما سجدش طيب إيه اللي جاب إبليس في النص رغم أنه مش من الملائكة العلماء في بعض العلماء قالوا أن بما أن الأمر للملائكة وهم أعظم المخلوقات يبقى اللي أقل منهم من الجن يطيعوا هما كمان أوتوماتيك يعني كإن إيه أحنا عاديين في قاعة ومثلا شخص هام جدا جدا دخل القاعة فأهم واحد في القاعة رح قام قيام لهذا الشخص اللي دخل يبقى اللي أقل منه اللي أقل منه كلهم هيعملوا إيه هيقوموا هما كمان فهذا المعنى إن الله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء ومدام الأنبياء هيلتزموا بهذا الميثاق بأتباعهم كمان بالتبع لهم هما كمان يلتزموا به بأنهم مهما عظمت المن عليهم بما آتاهم من كتاب وحكمة اللي هو لما آتيتكم يعني مهما آتيتكم من كتاب وحكمة فالواجب عليهم أن يؤمنوا بمن يرسل بعدهم مصدقا لما معهم يعني هو أرسل بعدهم لكنه إيه مصدق لما معهم وأن ينصروه نصرا مؤذرا وأن من تولى بعد ذلك كان من الفاسقين طيب ممتاز في الصفحة رقم مية سبعة وتسعين في قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يقول أي فمن أعرض بعد أخذ الميثاق على هذه الوحدة واتخذ الدين آل للتفريق والعدوان ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمه ولم ينصره فأولئك الجاحدون أو الكافرون هم الفاسقون فأهل الكتاب الذين جحدوا أي كفروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خارجون عن ميثاق الله ناقدون لعهده وليسوا من الدين الحق في شيء فأهل الكتاب الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خارجون عن ميثاق الله ناقدون لعهده وليسوا من الدين الحق في شيء وبعد أن بين أن دين الله واحد وأن رسله متفقون فيه ذكر حال منكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال يبقى الآيات كلها عن اللي أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما أمنوش به يبقى كده هم مبتغوا دين آخر غير دين الإسلام فربنا قال لهم إيه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها أي أيتولون عن الحق بعدما تبين ويبغون غير دين الله وهو الإسلام والإخلاص له في العبادة في السر والعلن وقد خضع لله تعالى وانقاد لحكمه أهل السماوات والأرض وردوا طائعين مختارين لما يحل بهم من تصاريف أقداره وصفوة القول أن الدين الحق هو إسلام الوجه لله تعالى والإخلاص له وأن الأنبياء جميعا كانوا على ذلك وقد أخذوا بذلك ميثاقهم على أممهم ولكنهم نقضوا يعني الأمم نقضوا هذا الميثاق إذ جاءه من نبي الموعود به إذ جاءهم النبي الموعود به يدعوهم إليه فكذبوا يدعوهم إلى إيه إلى هذا الدين الإسلام وإليه ترجعون أي وإليه يرجع من اتخذ غير الإسلام دينا من اليهود والنصارى وسائر الخلق وحينئذ يجازون بإساءتهم وترك الدين الحق وفي هذا وعيد وتهديد لهم يعني إيه وعيد وتهديد لهم هنا خلي بلك هنا بيقول وإليه ترجعون أحنا قلنا إن دي فيها قراءات يعني ما فيش أي مشكلة هو هنا مش غلطان هو مش على القراءة أفغير دين الله يبغون وبعدين وإليه ترجعون في قراءة بتقول أفغير دين الله يبغون وإليه يرجعون دي اللي موجودة في المصحف قراءة حفص عن عاصب وفي أفغير دين الله يبغون وإليه ترجعون هذه أيضا قراءة كل هذه قراءات متواترة متواترة يعني إيه يعني أعلى درجة من صحة النقل كلها وحي وكلها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنا الله عز وجل يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون يعني هم هيرجعوا لي هيرجعوا لله عز وجل ربنا هيحسبهم هيحسبهم على توليهم عن الحق وعن اختيارهم لدين آخر غير دين الإسلام بسبب أنهم جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ربنا بيقولهم فيما معناه هو أنتو فاكرين إن تصرفكم ده هيعدي كده من غير حساب ما أنتو هترجعوا ليوم القيامة يوم الحساب وهنشوف بقى تصرفكم ده هتجازوا عنه إزاي طيب احنا لسه في تفسير المراغي صفحة رقم 200 يقول في تفسير قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية بيقول وقدم الإيمان بما أنزل علينا على الإيمان بما أنزل على من قبلنا مع كونه أنزل قبله يعني إيه يعني ربنا قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا رغم إن ما أنزل علينا اللي هو القرآن ده جه في الآخر خالص الكتب التانية نزلت قبليه فليه ربنا قدم القرآن على ما أنزل على باقي الأنبياء لأن ما أنزل علينا هو الأصل في معرفة ما أنزل عليهم ليه؟ لأن هم كتبهم محرفة فهنا بيقول أن ما أنزل علينا هو الأصل في معرفة ما أنزل عليهم والمثبت له ولا طريقة لإثباته سواء فما أثبته القرآن من نبوة كثير من الأنبياء نؤمن به إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل يعني إيه؟ يعني في بعض الأنبياء ربنا ما ذكر لناش غير أسميهم إن هم كانوا أنبياء يبقى إحنا بنؤمن أيوة يا رب نحن نصدق ونؤمن إن هؤلاء كانوا أنبياء ده اللي مطلوب مننا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل يعني أنبياء زي موسى وعيسى وداود وسليمان وزكريا ويحيا وغيرهم من الأنبياء ونوح أيضا وآدم وغيرهم من الأنبياء ربنا فصل فيهم فكل اللي ذكر عن هؤلاء الأنبياء تفصيلا في القرآن أو في صحيح السنة بنؤمن بيها بنؤمن بكل اللي احنا وصلنا عن الوحي الإلهي عن هؤلاء الأنبياء لو كان بالإجمال بنؤمن إجمالا لو كان فيه تفصيل بنؤمن تفصيلا وكذلك كتبهم مع العلم بأن جوهر الدين واحد لدى الجميع وهو الإيمان بالله وإسلام القلب له مع العمل الصالح والإيمان باليوم الآخر طيب هنا نقرأ من تفسير الإمام السعدي رحمه الله تفسير تيسير الكامير الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يعني هو متأخر في القرن الأربعتاشر الهجري طيب هنا يقول في تفسير قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية والآية اللي بعديها يقول يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوا ويأخذوا ذلك على أممهم فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا لأن جميع ما عندهم هو من عند الله الوحي واحد والمصدر واحد والله عز وجل هو اللي بعث كل الأنبياء دون وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان فهم كالشيء الواحد فعلى هذا قد علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم لما قررهم تعالى لما قررهم تعالى قالوا أقررنا أي قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين قال الله لهم فاشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم بذلك قال وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك أي فمن تولى بعد ذلك العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله فأولئك هم الفاسقون يعني فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليب واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن دين الله وعن طاعته وربنا بيقولهم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وأيضا للأسف الشديد أنا هنا مبسطش عليها ومن يبتغي غير الإسلام يجي دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أي من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده فعمله مردود غير مقبول لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا للرسله فما لم يأتي به العبد ولم يأتي بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه وكل دين سواه فباطل لكن هنا النقطة دي في غيط الأهمية هنا بيقول فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم فقد تولوا عن هذا المثاق الغليز واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كويس آخر تفسير هنقراه التفسير الوسيط لمحمد سيد تنطاوي اهو التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمحمد سيد تنطاوي وقتها كان مفتي الجمهورية الجزء الثالث صفحة رقم 225 بيقول ثم بيّن سبحانه أن كل من يطلب دينا سوى دين الإسلام فهو خاصر هنا كأنه بيقول قال تعالى أو كذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أي ومن يطلب دينا سوى دين الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه هذا الدين المخالف لدين الإسلام يعني لازم يؤمن بسيدنا محمد يؤمن بالدين اللي جي بيه ويتبعوه يا كده ما يبقى ما يبقاش مسلم يبقى ما يبقاش من أتباع الأنبياء دليل إن اليهود والنصارى فعلا من أتباع الأنبياء إنهم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مدام ما اتبعوش محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده دليل إنهم منحرفين عن اتباع الأنبياء وعن دين الأنبياء فيبقى هم في النار ودينهم المخالف لدين الإسلام اللي جي بي سيدنا محمد وكل الأنبياء ودينهم المخالف لدين الإسلام اللي جيبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء غير مقبولة عند الله عز وجل لأن دين الإسلام جاء به محمد وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولأنه الدين الذي ختم الله به الديانات وجمع فيه محاسنها طبعا هنا الديانات احنا بنقول لكل الأنبياء جنب دين الإسلام لكن لو احنا اعتبرنا ان الشراعي الأنبياء كانت مختلفة فبكده اقول الديانات دي مقبولة لكن انا اقول ديانات سماوية المفروض لا يعني في ملاحظة شديدة على مسألة استخدام الديانات هو دين واحد اللي هو الإسلام فيه شرائع سماوية مفيش ديانات سماوية هو دين واحد بس الإسلام كل الأنبياء جنبية شرائع مختلفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعت وهي الخاتمة ونسخت كل الشرائع اللي قبليها هنا بيقول بقى أما عاقبة هذا الطالب لدين سوى دين الإسلام فقد بيانها سبحانه وتعالى وهو في الآخرة من الخاسرين أي وهو في الآخرة من الذين خاسروا أنفسهم بحرمانهم من ثواب الله واستحقاقهم لعقابه جزاء ما قدمت أيديهم من كفر وضلال وفي الحديث الشريف من عمل عمل أن ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه وغير مقبول منه طبعا طبعة قديمة جدا لكن الحمد لله قادر أراها وهذا من فضل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين يبقى احنا كده عرضنا تفسير من أول الإمام الطبري لغاية تفسير متأخرة جدا تفسير السعدي وتفسير محمد سيد طنطاوي يبقى هذه الآيات أنا بكرر المعنى ده كتير لكن أنا عايزه يثبت في الأزهان إن هذه الآيات في الأساس بيان إن واجب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى إن هم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الميثاق لأنه وجه بنفس الدين اللي جيه بكل الأنبياء فكون إن هم ما أمنوش بسيدنا محمد وما اتبعوهوش يبقى هم رفضوا الإسلام يبقى هم منحرفين عن دين كل الأنبياء يبقى هم ابتغوا دين آخر غير الإسلام وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين خاسرين يعني إيه؟ يعني كل أعماله مش هيخد عليها ثواب لأن الإيمان بالله رقم واحد بعد كده الأعمال رقم اتنين إنه مستحق للعقاب إنه مخلد في نار جهنم أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد وأن يثبتنا ويميتنا على الإسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن الفيديو القادم يكون أقوال شيخ الإسلام بن تايمية أو شيخ الإسلام بن القيم أو هنبدأ نعرض تفسير جديدة لأننا لسه محضرتش ادعو لي لأن الوقت ضيق جدا في رمضان ربنا يتقبل من الصيام والقيام وسائر عمالنا الصالحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته